قبل كل شيء أريد سؤال فيلي عن والدك الله يرحمه طالب السوداني هذا الاسم الجميل وأهم أعماله خلي الناس أنه يعرفون أنت بتمن يعني طبعاً أنا بالتشاعر الراحل طالب السوداني الله يرحمه وبعض الناس يعرفون بهذا الشيء طالب تقريباً من أهم الأسماء اللي أنا عرفتهم أو سمعت عنهم بحياتي بالوسط الشعري والوسط الغنائي أيضاً النصوص الغنائية مو بس الشعر بصورة عامة فأني بتأثرة بكل شهوية ورثت من عنده أشياء كل شهوية تقريباً تقدروا تقول الشعر توارثته منه ومو بس ثاني يعني عدنا بالبيت اثنين شعرات أخوش ومونه جنوب وأني 22 شعر أنتو جنوب نعم ألف تحيي الجنوب ألف تحيي أهم أغاني اللي كتبها نوالدك من أهم الأغاني اللي كتبها أغاني هي هواية بس اللي اللي يحضرني حالياً أسهران للفنان قيس هو شام نعم اللي ما عنده منين يجيب قاسم سلطان هذه له مو علي بابا العراقي و ماريد تطلع شمس و وحلوين رغم الحزن نعم هواية أغاني يعني كثير نعم لا أتذكرها حالياً هو هذا يعني إن شاء الله تروني أنه اسم طالب ما راح يندثر بوجوده أكيد طبعاً لو بوجود جنوب بوجود نحن الثنين اه شوفين أنت أقوال هو جنوب مستوى واحد ليش المجامل لا أقول يعني جاي جاملين أخوش التي لا أفد والله آه يصلاً ما جامل بس إحنا بنفس المستوى بنفس اللاين دا نمشي طيب وما جاي نشوف اليوم ما أعرف لأنه أنت بنية مثلاً صار وصلتش أسراء لا لا أعتقد هذا السبب بس لأنه جنوب شوية آآ بالفترة هاي عند شغل يعني هسا جنوب هسا جنوب لو مو يقول ليش مثلاً لو يقول ألف ليش يعني يوصل مثل الوصول اللي ترسليه أنت لها مستحيل آآ شوف هي هاي صدفة صارت والعالم حبوها بينما إذا تقدم منجز متكامل عمل متكامل بغض النظر عن شنو كان سواء بالتنفيل بالغنى بالشعر بأي باب من هاي أبواب الكير طيب أنت شوفي النفسش بعدش ما بديتي على الطريق الصح؟ طبعاً أكيد يعني أنا إن عرفت بمفردات طلعت مني سهواً أو مقاصدتها طريقة عفوية والناس حبتها فحبوني لهذا السبب أما هما ما يعرفون هويتي الحقيقية كفنانة شنو شنو أحمل أنت كم مغنية نزلتي؟ آآ 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 آ� سوينا وعندي ديوية محمود الغياث وعندي أغاني الحالي بهم كم أغنيين الحالت؟ تقريباً اثنين أغنيتين؟ ايه أغنيتين بالتوفيق يا رب تسلامي يا ربي خليه إيمال للأسف أنه يعني ما وصلاً ما أخلاً استحقاقاً ممكن ممكن كان الكلام مو قوي لو كان اللحن مو قوي لا ماكو يعني بنظري آني ما ضربت بالساحة كانت الأعمال حلوة لكن مو وقتها يعني هساني داشوف بالوقت الحالي لأنه مريم انعرفت من عراق آيدل نعم أو حصلت على قاعدة جماهيرية بسيطة بدت أغانيها اللي مستغلتهم قبل البرنامج بدأ ينسمعون نعم أحس أنه رب العالمين كل شيء يخليه بوقته كل شيء ينطيل الإنسان بوقته صح أنا مؤمنة جداً طيب أنا هسا ماريد أبدي وشكراً لكم